انتهكت حكومة الاحتلال الصهيوني من جديد حقوق الفلسطينيين بإجراءات اتخذتها مؤخرا تتمثل بإعادة التسجيل العقاري لعقارات البلدة القديمة في القدس وبإجراءات التسجيل الجديدة للأراضي في الضفة الغربية والتي تتزامن مع شروع سلطات الاحتلال بتوسيع عدة طرقات وشوارع رئيسية خاصة في منطقة الأغوار الفلسطيني مراقبون قالوا ان عملية التسجيل العقاري لعقارات البلدة القديمة توقفت عام 1967 واستئنافها حاليا يرتبط بعدة أهداف أبرزها فرض رسوم الضرائب على عمليات الشراء والبيع التي تمت أو ستتم مستقبلا والزج بحارس أملاك الغائبين للسيطرة على أملاك وعقارات يشترك في ملكيتها عدة أشخاص أما الخطر الأكبر في هذه الإجراءات الصهيونية فيكمن في أن ما نسبته أربعين بالمئة من هذه الأملاك والعقارات ملكية خاصة ما يعني أن الإجراءات الجديدة ستحولها إلى ملكية عامة للكيان الصهيوني كذلك يؤكد المراقبون أن هذا الإجراء سيسهل سيطرة الاحتلال على العقارات والتصرف بها ودخول حارس أملاك الغائبين على هذه الأملاك بما يشمل سورة البلدة القديمة من القدس والساحات العامة في حي المغاربة التي سجلت فعليا كأملاك دولة بالإضافة إلى حارة الشرف أو ما يعرف الآن بالحي اليهودي أما بالنسبة لعملية تسجيل الأراضي الجديدة في الضفة الغربية فإن هذا الإجراء بحسب المراقبين سيسهل بصورة كبيرة على الاحتلال إعادة التسجيل لأكثر من أربعين بالمئة من مساحة الضفة وتشريع البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتثبيت ملكيتها باستخدام القوانين القديمة وفي خطوة إضافية من شأنها تعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية تعتزم حكومة الاحتلال تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية واستغلال الفترة المتبقية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الرامية إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية بحكم سياسة فرض الوقائع على الأرض حيث تعهد وزير الاستيطاني في حكومة الاحتلال ساحي هينجوي بؤخرا بتسوية أوضاع سبعين بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتحويلها إلى مستوطنات قبل رحيل ترامب اشتركوا في القناة